نخش بقى على اخبار نادي الزمالك خان كارلوس اسوريو مدرب نادي الزمالك اعلن قائمة الفريق اللي هتسافر ان شاء الله للمشاركة في البطولة العربية للانده قائمة الزمالك فيها مين فاش طبعا تدعمات جديدة باستثناء اسم يعني عائل لنادي الزمالك هو يوسف اوباما حلاص المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم في خاطة دفاع عمر جابر وحمزة المسلوسي ومحمد عبدالغني وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق وحمد فتوح ومصطفى الزناري وحمد زاكي خط الوسط شكبالة وزيزو ورؤة ووباما مع سيد عبدالله نمار وحمد عبد الرحيم إيشو وابراهيم النضاي ونبيل عماد دونجا وحمدي علاء وعمري السيسي ومحمد حسان بيسو وسيف الدين الجزيرة وناصر منسي وعلي ياسر عدي دي قائمة الزمالك لان شاء الله تشرفنا في البطولة العربية انا عارف وفي ناس تقولك انه منافسة صعبة الشباب السعودي قوي النصر السعودي قوي حتى اتحاد المليستير قوي بس ان شاء الله الزمالك يعمل حاجة محترمة في هذه المجموعة في هذه البطولة نصك ان شاء الله في نادي الزمالك مصدف نادي الزمالك قالنا ان السنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور هيلحقوا ببعثة الفريق في السعودية خلال الساعات القادمة القادمة بعد حل مشكلة القيد وقيدهما في صفوف الفريق حال وفي حال عدم قيدهما هيسافران ليه اداء العمرة مع الفريق ومسانة اللاعبين وبعد كده هيعودوا مع الفريق خلال الساعات القادمة وبعد البطولة همتكلم في اتنين مهمين ممكن يعملوا اضافة ليه الزمالك بس بشرط ان الزمالك يتم اعادة فتح القيد ليه لو تم اعادة فتح القيد ليه الزمالك ناوي أيد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لو حل مشكلته مع امبي